بسم الله اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هكلمكم عن حاجة مهمة جدا ال DC Main Switch لازم يكون عندي في مفتاح بيفصل بين الالواح الخاصة بالطاقة الشمسية والانبرتر ده مش انا اللي بقوله ده متطلب من متطلبات ال IEC يبقى حسب ال IEC 60364 712 ده عبارة عن الكود الخاص بالانشاءات الكهربية في المباني الجزء الخاص بمصادر التغذية الفوتوفلتية او الشمسية يبقى رقمه كام 60364 مناء على ال IEC 60364 لازم يكون في وسيلة للفصل بين الواحة الطاقة الشمسية والانبرتر ده شرط ضروري جدا ده بيسر علي او بيسهل لي ان انا اعمل عملية الصيانة ان انا لازم لما اجي اعمل صيانات في السيستم افصل ال DC جنريتور اللي هي الالواح عن الانبرتر واشتغل براحتي عشان اعرف احدد العطل بسهولة او ان انا بعمل تمام صيانة وقائية او حصل عندي اي عطل بقى لازم اقدر افصل ال DC تمام جنريتور اللي هي الموديولز او الالواح عن الانبرتر في عندي حال دين يا شباب هتلاقوهم يا اما في عندي انبرتر يوجد داخله تمام من DC سويتش تمام وده في بعض الانبرترات يبقى ده عاكس يحتوي على فاصل مفتاح داخل الانبرتر تمام او الحالة التانية بيكون الانبرتر وبركب قبل الانبرتر من ناحية ال DC ناحية الالواح لازم اركب سويتش DC او ديسكنيكت ديسكنيكت سويتش تمام ديسي طبعا وبرضو بعد ما بيركب الانبرتر بيبقى ناحية الAC اللي ناحية الاعمال بيركب برضو AC ديسكنيكت سويتش موضوعنا النهاردة كان مهم جدا حسب الكود IAC60364 شرط رئيسي لازم اركب مفتاح رئيسي لكثير المستمر اقدر افصل بيه بين الواحي الطاقة الشمسية وبين مين وبين الانبرتر واشوفكم في بيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته